المفاصل والعظام من جديد علاج هشاشة العظام والتهاب المفاصل الفعال بعد اليوم لن تعاني من تآكل الغضاريف وستسمع كلاما لم تسمعه من قبل مشاكل هشاشة العظام وآلام المفاصل وتآكل الغضاريف مشكلة ليست سهلة ولكن يمكن أن نحلها بسهولة والحل متوفر بين أيدينا وبدون أدوية ولكن لا بد أن نفهم الأسباب الحقيقية لالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وعلى رأس هذه الأسباب الغذاء غير المتوازن وتناول المدمرات الإنسانية ونتحدث هنا عن السكر الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة والمواد المصنعة والمشروبات الغازية والجميع يتحدث عن خطوات للوقاية أو علاج الهشاشة وتأكل الغضاريف على رأس هذه النصائح الحركة وممارسة التمارين الرياضية والتغذية السليمة ولكن لا أحد يتحدث عن تلك المعادن والفيتامينات اللازمة لبناء العظام والغضاريف المعادن النادرة التي تحتاجها تلك العظام ولا يتحدث عنها أحد ولا يذكرها أحد وللعلم مشكلة المفاصل والعظام لا ترتبط كما جرت العادة بعنصر الكالسيوم فقط فالأمر لا يتعلق بالكالسيوم لوحده بل هناك مقومات أساسية تحافظ على عظامك قوية ومفاصلك صلبة من أهمها توفر الكالسيوم والماغنيسيوم وفيتامين دال والكبريت وهذه المقومات مهمة جدا وبدون وجودها لن تستطيع أبدا أن تتخلص من آلام المفاصل ولن تستطيع أن تتخلص من هشاشة العظام في هذا الفيديو سنتحدث عن الكنز المفقود إنه الماغنيسيوم التي أثبتت العديد من الدراسات الصحية أنه من أهم المعادن التي تحتاجها العظام حتى وإن توفر الكالسيوم فبدون وجود الماغنيسيوم لن تتمكن من تحصيل أي منفعة وقد أجمعت العديد من الدراسات أن للماغنيسيوم العديد من الفوائد التي من شأنها أن تحافظ على صحتك وتقي جسمك من مختلف الأمراض المزمنة الماغنيسيوم الذي لا يتكلم عنه أحد يدعم العديد من الوظائف في الجسم للحفاظ على صحتنا وتشير الأبحاث إلى أنه يدعم وظائف العضلات والأعصاب والمفاصل فضلا عن أدوار أخرى تتعلق بتنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز ضغط الدم الطبيعي وتحسين صحة العظام وهذا هو هدفنا في هذا الفيديو الجديد الذي أعده فريق إعداد معرفة وأكثر بعناية وأمانة ومهنية وفي الواقع لا يدرك الكثيرون الفوائد الكبيرة لهذا المكون الغذائي لأن المعادن الأخرى مثل الكالسيوم أو فيتامين دال تطغى عليه وفي الوقت الذي يدرك فيه الكثيرون أهمية كل من الكالسيوم وفيتامين دال لبناء العظام يدرك قليلون قيمة الماغنيسيوم في أداء هذه الوظيفة ويمكن أن تكون زيادة مستويات الكالسيوم في الجسم دون إضافة الماغنيسيوم أقل فعالية وقد تزيد من إمكانية الإصابة بأمراض مختلفة على رأسها أمراض القلب وهذا وفقا لدراسة نشرت بمجلة أوبين هارت وهنا نؤكد على ضرورة الحفاظ على معدل استهلاك الكالسيوم ضعفي الماغنيسيوم الملاحظة الثانية بعد أداء التمارين الرياضية يتراكم حمض اللكتيك في العضلات وهو ما يسبب الشعور بألم في العضلات وهنا يتمتع الماغنيسيوم بالقدرة على التخلص من بعض هذا الحمض وبالتالي تخفيف ألم العضلات ولهذا الغرض يتم ببساطة عمل حمام دافئ وإضافة نصف كوب من ملح إيبسوم والسر في استخدام هذا الملح أنه يحتوي على كمية عالية من الماغنيسيوم وله خصائص شفائية رائعة عندما يذوب في الماء ويتم نقع الجسم به ليساعد في زيادة الشعور بالراحة والاسترخاء إذ يعمل بشكل جيد في تخفيف ألم العضلات والتشنجات وزيادة سرعة الشفاء من الألم خصوصا إذا كانت هناك آلام في العضلات بل وفي المفاصل وطالما أن لهذا العنصر هذه الفوائد العظيمة وطالما أنه مهم جدا للتخلص من هشاشة العظام وآلام المفاصل بالتوازي مع النصائح الأخرى التي تحدثنا عنها في فيديوهات سابقة فسنورد الآن مصادره من الأطعمة أولا الشوكولاتة الداكنة تعتبر الشوكولاتة الداكنة صحية ولذيذة وغنية بالماغنيسيوم إذ تحتوي الحصة الواحدة من الشوكولاتة الداكنة على 28 جرام أي ما يقارب 64 ميلي جرام من الماغنيسيوم أي ما يعادل 16% من حاجتك اليومية منه وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسب عالية كذلك من الحديد والنحاس كما تحتوي على العديد من مضادات الأكسادة الهامة ويعتقد أنها تساعد على حماية القلب والشريين والحفاظ على مستويات الكوليسترول والسيطرة عليها إذ أنها من أهم مصادر الماغنيسيوم وينبغي أن تتأكد من الشوكولاتة الداكنة ومن نوعيتها ومن مكوناتها بذور الكينوى عادة يتم طهو الكينوى بطريقة مشابهة للأرز وهي أحد الأطعم الصحية جدا ولها العديد من الفوائد ومن ضمنها غناها بالماغنيسيوم إذ يحتوي كل كوب من الكينوى على ما يقارب من 118 ميلي جرام من الماغنيسيوم الموز من المعروف عن الموز غناه بشكل خاص بالبوتاسيوم والذي يلعب دورا هاما في خفض ضغط الدم وخفض فرص الإصابة بأمراض القلب عموما ولكن الموز ليس غنيا بالبوتاسيوم فحسب بل هو كذلك غني بالماغنيسيوم ومن الرائع أن نتناول موزة أو موزتين خلال اليوم الخضار الورقية تعتبر الخضار الورقية لسيما الداكنة منها غنية بالماغنيسيوم ومن الأمثلة عليها السبانخ إذ أنه يعتبر من أفضل الخضروات الورقية الغنية بعنصر الماغنيسيوم كما يمكن تناول السلق فعلى سبيل المثال يحتوي كل كوب من السبانخ على 157 ميلي جرام من الماغنيسيوم أي ما يعادل 39 من الحصة الموصى بها يوميا المكسرات واللوز خصوصا المكسرات النيئة ليست فقط وجبة خفيفة ولذيذة بل إنها وجبة مغذية إلى أبعاد الحدود وتعتبر أنواع المكسرات غنية بشكل خاص بالماغنيسيوم وتحديدا اللوز والكاجو النيئ وتعتبر المكسرات أيضا مصدرا ممتازا للدهون الصحية الأفوكادو تحتوي ثمرة الأفوكادو على نسبة عالية من الماغنيسيوم كما أن الأفوكادو تحتوي على نسبة عالية جدا من البوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية الهامة البقوليات عائلة البقوليات عموما هي عائلة غنية بالأصناف المغذية ونتحدث هنا عن العدس والفاصوليا والبازيلا إذ تعتبر هذه الأنواع غنية بالماغنيسيوم بشكل خاص باختصار شديد عليك أن لا تهمل هذه الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم ويجب أن تعرف أن التخلص من آلام المفاصل ومن هشاشة العظام لا يتم باتجاه واحد فقط على سبيل المثال النهرول لتناول مكملات الكالسيوم أو بعض الأصناف الغذائية الغنية بالكالسيوم الأمر لا يتعلق بهذا المسار لوحده الأمر يتعلق بمسارات مختلفة لا بد أن نعيها جيدا من أجل الحصول على عظام قوية ومفاصل سليمة بإمكانك أن تتابع هذه المسارات من خلال مجموعة من الفيديوهات التي تابعها فريق إعداد معرفة وأكثر بعناية وأمانة ومسؤولية ومن مصادر موثوقة نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء وهذه تحيات محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر ترجمة نانسي قنقر